السلام عليكم متابعي قناة اتش دي فيلم الكرام الخزلان أصبح متوقعا من الجميع بدون استثناء ما تنسوش الدعاء لإخواننا اللي تحت الحصار ربنا يسبتهم وينصرهم ويرحم شهدائهم وبيبدأ فيلمنا النهاردة في دولة الهند وقت الصراعات والحروب بينها وبين دولة باكستان وفي الوقت ده بنلاقي بنت صغيرة اسمها ميري بتصحى في عز الليل وبتسمع أبوها وهو بينادي على المربية بتاعتها علشان تروح مع المستشفى يلحق أمراته بس ميري بتخاف تطلع وراهم وبتقوم تلعب بالدمي بتاعتها واللي بتستخدمهم في تجسيد حياة الشخصيات الخيالية اللي بتحكي قصتهم والتاني يوم بتصحى تدور على أبوها وأمها لكن ما بيكونش ليهم أي أثر وبتلاقي البيت كله متبهدل وبتستنى لحد بالليل وبتدخل تحكي حكاياتها قبل ما تنام كالعادة وفي اليوم اللي بعده بتصحى تاكل من بوائي الطعام اللي على التربيزة وبتمشي بعدها في الطرقة لحد ما بتسمع صوت ضرب نار وفجأة بتلاقي شرطي واقف قدامها ساعتها بتتصدم ميري لما الشرطي بياخدها على الاسم لأنها بتعرف إن أبوها وأمها ماتوا وبكده ما بقاش ليها حد في الهند كلها ولازم تسافر إنجلترا تعيش مع عمها ومن تاني يوم على طول الشرطة بتنقلها هي وكل الأطفال اليتامة في مركب وهنا بتفكر ميري إن الناس هينفزولها كل ما طالبها زي ما كانت عايشة لكنها بتتفاجئ بأكل مش عاجبها ولما بترفض تاكل منه بياخدوا منها طفل تاني لأنه عارف إنه هيجوع بعدين وقتها بتتدايق ميري وبترمي الدمية بتاعتها في البحر لأنها فهمت إنها ما بقتش صغيرة وما فيش حد هيرعاها بعد أبوها وأمها بعد كده بتوصل المركب على أمريكا وبتروح مدلك العجوزة مساعدة عمها تستقبلها وطول الطريق بتحكي ميري عن تدهور القصر بتاعهم لأن الجيش استخدموا كترسانة وقت الحرب ده غير إنها بتفهمها إن عمها كرافين بقى صارم جدا من بعد الأهوال اللي شافها علشان ما تتوقعش منه إنه يستقبلها بحفاوة وبمجرد ما بيوصلوا الأصر الفخم بتاع عمها بتدخل معاها ميدلوك توريها الأوضة بتاعتها لكن بتحذرها من دخول الأوض من غير استئزان علشان عمها كرافين ما يتديقش منها وبنلاقي ميري في يومها الأول مش عارفة نام في الأوضة وعلشان تعرف تنام بتتخيل أمها وهي ماشية قدامها وبتنادي عليها لكنها بتتديق جدا لأن أمها بتتجاهل وجودها تماما في الوقت ده بتصحى ميري على أصوات صراخ عالية جدا وبتبقى مرعوبة جدا ساعتها وبتطلع تتمشى في الطرق في عز الظلمة لحد ما بتترعب لما بتشوف صورتها نفسها في المراية بس اليوم بيعدي وبينلاقيها تاني يوم وقفة في الشباك وبترائب تصرفات عمها كرافين وهو بيزعق لميدلوك وبيرمي حاجات قدام الأصر وفي لحظتها بتلف ظهرها بتلاقي الخادمة جايبالها الأكل وبتولع لها نار المدفقة لكن ميري مش بيعجبها الأكل وبتطلب منها تغير لها هدومها بعد كده بتنزل ميري تدور على قوضة عمها لحد ما بتلاقيها وبتشوف وهو بيزعق لميدلوك فبتخاف إنها تقابل ساعتها وبتخرج تلعب في الحديقة من غير ما حد يحس بيها وبعد ما بتخلص لعب بتقعد تاكل السندويتش اللي الخادمة عملته لها لكنها ما بتحبش اللي فيه وبترميه في الأرض وقتها بتلاقي كلبي بيجي يأكل اللي هي رمته وبيفضل بصص لها وعاوز يلعب معاها بس ميري بتبقى خايفة منه وبتخليه يمشي لكنها بتاخد بالها إنه لطيف معاها وبتروح وراء بس قبل ما تعرف مكانه بتنادي عليها ميدلوك ولما بيرجعوا القصر بتفضل ميدلوك تزعق لها علشان ما تقربش من الكلاب تاني وبترجعها تحبسها في قضيتها وبتسيبها لوحدها سرحانة في رسمة العصفير اللي على الجدار واللي بسببها بتفتكر لما كانت بتلعب مع العصفير بتوعها وأمها بتكون وقفة في الشباك وبتقفله لما بتبصلها وفي الليل بتصحى مفزوعة برضو على نفس صوت الصراخ لكنها المرة دي بتقرر تنام ولما بتصحى الصبح بتلاقي الخادمة بتولع لها في المدفقة ساعتها بتقوم تسأل الخادمة على صوت الصراخ وبتبقى فهمة ان ده صوت أشباح الجنود اللي ماتوا في القصر بس الخادمة ما بترضاش تكلمها في الموضوع وبتكتفي انها تقول لها تحاول تنام لما تسمع الصدة تاني بعد كده بتقرر ميري تاخد لحمة من طباخة القصر علشان تدور على الكلب وبالفعل بتروح عند نفس المكان وبترمي اللحمة في الارض وما بيعديش ثواني وبتلاقيه طالع من وسط الحديقة وبعد ما بيأكل بيفضل يجري وميري بتجري وراه لحد ما بتلاقيه دخل حديقة تانية لكن ميري ما بتعرفش تدخل وراه لان ميدلوك بتنادي عليها علشان ترجعها القصر وبالليل بقى بتستنى كل الخدم يناموا وبتطلع تتمشى في الجزء اللي ميدلوك حذرتها ما تدخلوش وهناك بتشوف قوضة مفتوحة وبتقرر تدخلها وبتلاقي في القوضة دي ابن عمها كولين العاجز قاعد على السرير ومش قادر يتحرك فبتدخل ميري تتعرف عليه لكنه بيكلمها بتعالي وبيقول لها انه مش عاوز يتعرف على حد بس ميري بتفهم انه بيتعامل كده لانه مالوش اصحاب ودايما قاعد لوحده ده غير انها بتعرف انه هو اللي بيصرخ كل يوم بالليل وبتقوله انها كانت فاكرة ان البيت ملعون فبيأكد لها كولين المعلومة لكنه بيعرفها ان البيت تلعن لان ابوه موت امه وحاول موته هو كمان فبتتصدم ميري من كلامه وفجأة بتلاقي حاجة بتتحرك تحت البطنية وهنا بتفتكر ابوها وهو بيلعب معاها دايما وبتدخل تستخبى تحت البطنية لكن امها اللي بتروح لها بعدها تطردها من القوضة زي ما تاني يوم بتصحيها الخادمة علشان تأكلها وتغير لها هدومها لان كرافين طلب انه يقابلها وبعد ما بتخلص ميدلوك بتطلع تاخدها معاها لمكتب كرافين وبنعرف في مقابلة كرافين ليها ان امها تبقى اخت مراته وبيقول عليها انها شبه مراته جدا بس كرافين بيتغادى عن الشبه بينهم وبيحذرها انها ما تعملش فوضى في المكان وإلا هينقلها المدرسة داخلية فبتتضيق ميري من كلامه وبتقرر تخرج الحديقة لان دا المكان الوحيد اللي بتبقى فيه سعيدة هنا وبتاخد لحمة اكتر المراتي علشان تأكل الكلب وبتفضل تلعب معاه لكنه بيجري منها فجأة نحية بيته لكن للأسف ما بياخدش باله من الفخ اللي محطوط وبيقفل على رجله ولما بتلحقه ميري بتجري عليه وبتخلع رجله من الفخ بعدها الكلب بيفضل يعرج لحد ما بيوصل للمكان اللي بيستخبى فيه وبيعمل ايماءات لميري علشان تدخل معاه وقتها ميري بتتسلق الشجر علشان تحصله لكنها ما بتاخدش بالها وبتقع من فوق الصور وبتفضل تتشقلب على الارض لكن لما بتقوم بتلاقي نفسها في مكان جميل جدا كله اشجار وظهور شكلها جميل وما فيش ثواني وبتسمع صوت الكلب وبتروح تجري وراه وهناك بتلاقيه واقف على الطرف التاني من البركة اللي قدامها فبتقرر تنزل فيها وتروح وراه خصوصا لما بتلاقيه خايف منها وبتعمل كده علشان تطمنه وتخليه ياسق فيها بعدها بيتمشوا هما الاتنين لحد ما بتشوف ميري عصفورة بتدخل جوا فاتحة وبتخرج تبصيلها كأنها بتشاور لها على حاجة موجودة وبالفعل لما بتحط عصايا في الفاتحة بتلاقي فيها مفتاح قديم بس قبل ما تكتشف المفتاح بتاع ايه بتسمع ميدلوك بتنادي عليها وبتطلع على الشجرة تاني علشان ترجع القصر وهناك ميدلوك بتزعق لها علشان وساخت هدومها وبتطلعها على الحمام تنظف نفسها اما بالليل فبتسمع كولين بيصرخ تاني وبتقرر تروح له وبتشوف ساعتها ميدلوك وهي بتديله العلاج اللي مش بيحبه ولما بتلاقيها خارجة بتستخبى لحد ما بتعدي وبتدخل القوضة لكولين بعدها وبنلاقي ميري بتحاول تتصاحب عليه وبتحكيله عن الحديقة السرية اللي عرفت مكانها ومع ذلك ما بيرضاش كولين يسمعها وبيطردها بس قبل ما تخرج ميري بيطلب منها كولين تقعد معاها تحكيله حدوتها علشان يعرف ينام وطبعا بتفرح ميري لانها بتحب طروي القصص بتاعتها لكن كولين بيرفض الحكاوي بتاعتها وبيديها تقرأ من الرواية اللي بيحبها وبعد ما بينام بتطلع ميري تتمشى في الطرقة وبتدخل تستخبى في قوضة لما بتشوف ميدلوك معدية وبتكتشف بعدها ان القوضة دي بتاعت خالتها وبتتفاجئ من جمال وسح القوضة وبتفضل تلبس الفساتين الجميلة والعقد بتوعها ولما بتخرج بتاخد العقد بتاعها تخبي معاها لكنها بتتصدم وقتها لما بتشوف كرابين واقف قدام قوضة كولين لكنه ما بيقدرش انه يدخله والتاني يوم لما الخادمة بتروح لها بتسألها عن خالتها فبتعرفها انه امها وخالتها كانوا بيحبوا بعض جدا وكانت خالتها زعلانة جدا وقت صفرهم للهند في الوقت ده ميري بتتخيل امها وخالتها بيجروا في سعادة قدامها وبتفتكر وقت ما امها تعبت وما كانتش بتحب حد يقرب منها لانه اختها بتموت وما بتقدرش تتحمل خسرتها لها بعد كده بتطلع ميري تدور على الكلب في الحديقة لكنها المرة دي بيجي لها دي كن اخو الخادمة وبيسألها عن سبب تواجدها هنا فبتعرفوا انها بتدور على الكلب اللي تعور في رجله لكنها في الاول ما بترضاش تعرفوا حاجة عن الحديقة السرية ومع ذلك بتسق فيه لما بيقول لها انه يقدر يعالج الكلب بعدها بتاخدوا وبيتسلقوا الشجر وبيدخلوا الحديقة وبيفضلوا يدوروا على الكلب لحد ما بيجي لهم وقتها دي كن بيقرب عليه وبيكتفوا وبيخلي ميري تساعده وتمسكه وبيسألها ساعتها عن مكان فيه مية فبتاخدوا على طل البيركة وبيستخدم المية في انه ينظف جرح الكلب وبعدها بياخد قماش من ميري وبيغطيلوا الجرح وبيقفوا الاتنين قدام الكلب ساعتها ومستنيين انه يمشي لكنه ما بيقدرش يتحرك خطوة وبيقع وهنا بيقرروا يسيبوا لحد بكرة ويجوا يتطمنوا عليه وبالليل بتروح ميري لكولين الاوضة تحكيلوا عن اللي حصل في الحديقة دغر انها بتقرر تقعاده على الكرسي المتحرك وبتاخدوا معاها توري اوضة امه لكن كولين بيتعصب جدا لما بيدخل الاوضة وميري بتخليه تخيل منظر امه وامها وهما بيلعبوا معاهم عند شجرة لكن كولين ما بيقدرش يستحمل سيرتها وبيصرخ بصوت عالي وقتها ميري بتحط ايديها على بقه ولما كولين بيقومها بيقعوا هما الاتنين على الارض في اللحظة دي ميري بتشوف ظهر كولين وبتعرفوا ان ظهره سليم وما فيش فيه تقوس زي ما بيقولوله فبيستقرب كولين ساعتها وبيطلب منها ترجعوا الاوضة فبتشيلوا ميري على الكرسي وبترجعوا الاوضة وعند بداية يوم جديد كالعادة بتروح ميري وديكون للحديقة وهناك بيفرحوا جدا ان الكلبة حالته تحسنت وبيفضلوا يلعبوا معاه بس قبل ما يقرروا انهم يتسلقوا الشجرة ويرجعوا للأصر بيقعوا هما الاتنين وهنا بيكتشفوا ان ورا الشجرة دي البوابة اللي مفتحها مع ميري في اللحظة دي بيتفكر ميري انها تروح تجيب كولين وتفرجوا على الحديقة وبالفعل بتاخد ديكون وبيدخلوا القصر وبيتسحابوا لحد ما بيدخلوا الاوضة وبتعرفوا ميري على ديكون وبتقولوا انهم هيخدوا يفرجوا على الحديقة وبالفعل بيقعدوا على الكورسي وبيستخبوا من كرابين وميدلوك وبتاخدوا ميري بسرعة وبتجري على الحديقة وقبل ما تخبطوا في البوابة بيفتحها ديكون من جوة وبيخليه يدخل اجمل مكان شافته عنيه وبيبقى كولين فرحان ومستمتع بالمناظر الجميلة اللي بيشوفها وبعدها كمان بتنادي ميري على الكل بتعرفه على كولين وبتخليه اكله وفي اليوم اللي بعده بتطلع ميري من الاسر علشان تروح للحديقة لكنها المرة دي بتحس بميدلوك وهي ماشي وراها فبتستخبى فوق نخلة وبتضربها بالبلح على دماغها وبتفتكر انها خلاص هربت منها لكنها لما بتنزل وبتتنشى خطوطين بتتفاجئ بميدلوك وراها وبتفتكر انها كشفت موضوع الحديقة لكنها بتلاقيها مسكاها علشان لقيت العقد بتاع خلتها عندها في القوضة وعلى طول بتاخدها ميدلوك على الاسر وبتعتذر لكرافن انها ما خدتش بالها منها وهي بتتجول في القصر وبياخدها وبيدخل قوضة مراته وبيشوف الفستين بتاعتها وقع على الارض ساعتها بيؤمر ميدلوك تدور لها على مدرسة داخلية وبتاخدها ميدلوك بعدها تحبسها في قوضتها بس ميري بتتعصب وبتطلع على الحصان اللعبة بتاع امها علشان تكسره لكنها بتلاقي في جوابات ولما بييجي الليل بتجمع الجوابات دي وبتقعد تقراها وبتعرف منهم مكان الشجرة اللي بتتخيل امها وخالتها قاعدين عندها وتاني يوم بتاخد ديكون وبيروحوا عليها وبيطلعوا على الشجرة من فوق وبيقروا الجوابات وبيعرفوا ان خالتها مدفونة تحتها ودي نفس الشجرة اللي علجت ابو ديكون لما كان مصاب في رجله وبيفتكروا ان الكلب رجله تعافت بعد يوم من نزوله البركة وبيفهموا انها حديقة سحرية علشان كده بيقرروا يروحوا ياخدوا كولين وينزلوا المية علشان يرجع يمشي تاني ولما بيجبوه وينزلوه بيبقى خايف في الاول لكنه بيستمتع بعدها وهو نايم في المية وبيقدر يتحرك ولو حركة صغيرة بعدها بياخدوه عند الشجرة بتاعت امه واللي بتبقى امه مدفونة تحتها ووقتها بنشوف كولين متعصب جدا وبيطلب من ديكون يرجعوا بسرعة لانه مش قادر يسمحها وبنلاقي الزرع كله بيتددل حواليهم وهم ماشيين وبالليل بتكمل ميري قراءة الجوابات وبتعرف ان كرافن بيحمي ابنه من الناس وخايف انه يواجه التنمر فعيونهم وبتروح توقف عند باب قطه وبتحاول تفهمه لكنها بتتفاجئ به وهو بيقوم على رجله يفتح القوضة بنفسه وبيبقوا لتنين مصدومين ساعتها وبيتأكدوا ان الحديقة سحرية فعلا والتاني يوم بيقرروا يروحوا الحديقة هم التلاتة يكملوا قراءة الجوابات واللي منها بيعرفوا انه امهاتهم بيحبوهم جدا على عكس ما كانوا بيبينوا وبتتأكد ميري من حب امها لما بتلاقي امها كذبة حكاياتها اللي بتحبها رغم انها ما كانتش بتسمعها منها وبيعرف كولين كمان ان ابوه ما استحملش خسارة امه وقرر يحبسه في قوضة بعيد عن الناس علشان يحميه بعدها بترجع ميري البيت وبتتصدم ان مدلك بتعرفها انها هتنقلها للمدرسة بكرة وقتها بتشوف كرافن معدي وبتروح تجري وراه وبتحاول تفهمه ان كولين كده محبوس في سجن ولازم يسيبه يخرج يواجه العالم بس رغم ان كرافن بيتأثر بكلامها الا انه بيصمم على اللي في دماغه ومع ذلك بتخرج ميري بالليل من قوضتها وبتروح له المكتب بتلاقي حالته النفسية صعبة جدا وقاعد بيشرب كتير فبتستغل انشغاله عنها ساعتها وبتطلع تجري على الحديقة بعد كده بنلاقيها قاعدة معديكن وكولين في الحديقة علشان تودعهم قبل ما تسيبهم وتمشي لكنها فجأة بتشوف دخان طالع من الاصر فبتجري باقصى سرعة وبتدخل للاصر وهو مولع وبتفضل تدور على كرافن لحد ما بتلاقيه قوضة كولين بيدور عليه وهنا بتعرفه ان كولين معاها وبتشده علشان يهربه من النار لكنه بيتعب وبيقع على الارض وبيقرر انه يستسلم ويموت لانه السبب في كل اللي حصل للعيلة دي لكنه بيتفاجئ بروح مراته بتشده من ايده وبتقوله يروح وراها على القوضة بتاعتها وبتدخل جوه دولاب فبيجري كرافن يكسر الدولاب ده وهنا بيبقى في بوابة سحرية بتنقلهم علشان يخرجوا قدام الباب وما فيش ثواني وبتظهر ام ميري قدامها وبتبصها من دماغها وبتعترف لها انها طول عمرها بتحبها بعدها بتقوم ميري تكمل اللي بدأته وبتاخد كرافن وميدلوك معاها تدخلهم الحديقة وهنا بيفرحهم كمان من جمال الحديقة اما كرافن فبيفضل يدور على كولين لحد ما بيلاقيه وهنا بيفجأوا كولين وبيخليه شوفوا الاول مرة وهو واقف من وقت عجزه وبيعرفوا كلهم ساعتها انه قدر يعمل كده من خلال البركة السحرية بتاعت امه وقتها بيفرح كرافن جدا وبيجري عليه ياخده في حضنه وبيعتذر له على انه اسع عليه طول السنين دي وفي النهاية الحديقة السحرية بتحول حياتهم لنعيم وبيعيدوا بناء القصر من تاني اما الاطفال التلاتة فبيفضلوا يؤضوا وقتهم كله في الحديقة وهم سعداء وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات HD Film